رابط فيينا النمساوي برضو من الخطوات المهمة في حياة آليو ومن خلالها كمان ننتقل النادي الاهلي عايز اتكلم عن رابط فيينا برضو كانت خطوة او من الدوريات القوية في اوروبا بعد الدوري السويدي وليه اخترت النمسا كمان برضو آليو كان في جهة اسرائي وفي قاندية كبيرة كانت عايزاني يخدوني في الفترة دية وفي قاندية اميان في فرنسا لكن زي ما قلتلكم بقرر بقرر بطريقة مختلفة لان الفترة دية كنت شفت دا عملت اخر موسم كان كويس جدا جدا في السويد كنت طب كنت في قمة وكنت دايما فيه علي عروب تنهال علي في الفترة دية ففكرت دا الوقت المناسب انا كنت متخير ومتمني جيلي عرضي من فناني كبير قوي قوي فترة دية واطلع احترف في دوري عالي دوري كبير لك في حاجة واحدة منعيتني ان اعمل دا ان الروح دا دا اميان فرنسا دا 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 كبير فرنسا برغم ان اتفقت معهم وتخاص عوشق التعاقد في السنغال اتصلوا بيا كنت خلاص كنت حوقا وكنت فاضل بس بالاكد حاجة صغيرة تفصيلة صغيرة في الحق كلموني في السنغال قالوا لي في نادي صيني حتى مبلغ كبير جدا لانتع في الصينيين بيحاولوا قدر امكاني يستقطبوا لعيبة كبيرة برا بهم عادوا علي عرض كبير جدا مبلغ كبير جدا وللنادي انا رفض لك النادي اه للاسف كان شايف ان العرض دا كان كويس بالنسبة لهم فكانوا اطبروني الفترة دي اروح النادي الصيني ماروحش النادي اميان وانا رفض وهم اتضايقوا مني فبالتالي قالوا نادي اميان لازم عشان يتعقد معك لازم يتفع نفس المبلغ كبير اللي كان حيتفعه النادي الصيني طبعا ضياوا علي مسلم الانتقالات جالي العرض من نادي بتاع بينا بتاع النمسا والتفاوط مع عبد الشاكلة بتعرفين اللي بتقفلهم ستة يناير وكان اخر يوم وارك بتعايز امشي باي شكل من نادي النادي السويدي عشان عجاقتي ميون بازت فالزاك كنت شايف ان العرض اللي جاي من نمسا كان كويس وانعاف الفرقة كويس وبتلعب في بتوط اوروبا ففضلت ان اروح في البدايات يعني قالوا هل بدور على العرض او النادي اللي بقدم عرض اكبر في الفلوس ولا بدور على النادي اللي ممكن يكون خطوة مهمة في حياة قالوا النادي اللي يضيف له من نواحي الفنية النادي اللي ممكن يكون في اساس اللي يترك بصمة ولا بدور في العروض اللي بتقدم له على النادي اللي بقدم له فلوس اكتر لا طبعا انا كنت اروح الصين بالمبلغ الكبير ده حابق فيه فلوس كتير جدا وكان مبلغ كبير جدا انا رفضته وطبعا انا كنت افكر في فلوس كنت قبلته انا قلت لأ انا فضلت افكر في مسيرتي كنا يبت قدم وفكر في النادي يكون اكبر بعد السوية اشترك في القناة